قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر فجر اليوم أهدافاً لحزب الله في أكثر من عشر مناطق في جنوب لبنان أوضح المتحدث باسم الجيش أن من بين تلك الأهداف مخازن أصدحة ومباني عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ حول الوضع على الحدود الجنوبية للبنان تنم إلينا مرسلة الحدث ناهد يوسف ناهد أهلا بك إذن التطورات ما زالت مستمرة على هذه الجبعى حيث أنت وهناك قصف جديد للقوات الإسرائيلية لأكثر من عشرة مناطق لحزب الله ما التفاصيل لديك؟ بالفعل ضحى عند الساعة الثانية فجر هذا اليوم شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على ثمانية مناطق تحديدا على عيد الشعب وراميا وكفر كيلة والخيام وكفر شوبة وكوثرية السياد ومحايبيب وأيضا أطراف بلدة زبقين هذه بلدات حدودية باستثناء كوثرية السياد كلها كان أغار عليها الطيران الحربي في الوقت نفسه يعني لمدة عشرة دقائق أو خمسة عشر دقيقة كان شن هذه الغارات على هذه البلدات هذه البلدات عادة هذه البلدات الحدودية عادة ما يتم استهدافها كانت رواية الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مخازن لحزب الله أو استودعات لحزب الله ولكن طبعا هذه رواية الجيش الإسرائيلي ليس بالضرورة بأن تكون صحيحة خصوصا وأن الكثير من الغارات عادة ما ينفذوا الطيران الحربي تكون عشوائية على هذه البلدات الحدودية الخالية تماما من سكانها صباح هذا اليوم كان هناك قصف مدفعي أيضا على بلدة عيد الشعب بالمقابل حزب الله رد على هذه الغارات والاستهدافات باستهدافه كريات شمونة مستعمرة كريات شمونة بسرب من المسيرات الانقضاضية وقال في بيانه بأنه استهدف تجمعات أو تموضعات لجنود إسرائيليين في هذه المستعمرة كما أيضا كان استهدف ثكنة برانيت بالقذائف المدفعية هذه هي مجمل الاستهدفات التي كانت حصلت خلال هذا النهار منذ منتصف ليل أمس أو ما بعد منتصف ليل أمس وحتى هذه اللحظة طبعا هناك تراقب لما ستحمله الساعات المقبلة خصوصا وأن الاستهداف الذي حصل اليوم أمس في مدينة صيدة للقيادي في حركة فتح خليل المقدة حتى الساعة لم يقم حزب الله بالرد على هذه العملية أو على هذا الاغتيال وعادة ما يقوم بالرد على كل عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل لذلك الآن أيضا اليوم هناك تراقب لهذا الرد مع استمرار إسرائيل بعمليات الاغتيال التي أصبحت تقوم بها بشكل شبه يومي يوم أمس كنا لاحظنا عمليتي اغتيال واحدة كانت حصلت صباح يوم أمس في بلدة بيت ليف لعنصر من حزب الله استهدفته بسيارته وفي ساعات بعد الظهر لهذا القيادي في مدينة صيدة في حركة فتح لذلك طبعا هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من عمليات متبادلة بين الطرفين ولكن بعد تأكدات الجيش الإسرائيلي بأنه قصف عدة مواقع لحزب الله في الجنوب أنت الآن على هذه الحدود هل تبدو هادئة نسبيا عن ما حدث في الفجر وفي حالة ترقب للرد من قبل حزب الله أو لمزيد من الغارات من قبل إسرائيل بطبيعة الحال هذا المشهد يتكرر كل يوم هناك هدوء حذر في هذه الأثناء ولكن لا يمكن القول بأن هذه هي الصورة خلال ساعات النهار بات مشهد المواجهات الغارات الإسرائيلية بات مشهدا يوميا في الجبهة الجنوبية بالإضافة إلى العمليات التي يقوم بها حزب الله لذلك طبيعة الحال تحمل الساعات المقبلة ربما المزيد من هذه العمليات والمزيد من الغارات كما أصبح هذا المشهد يومي منذ بداية الحرب في جنوب لبنان منذ بداية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل شكرا جزيلا على هذه المعلومات وتفاصيل مراسلة الحدث ناهد يوسف كنت معنا من الحدود الجنوبية للبنان شكرا جزيلا لضعوز شكرا جزيلا لضعوز شكرا جزيلا لضعوز